موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين وانما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم العربي والعالم بحلقة جديدة من برنامج دانك هالحلقة اليوم يلي رح نحكي فيها كتير عن أمور كرة السلة اللبنانية ويلي دائما حذرنا من أنه ترك الممولين لهاللعبة هو رح يكون خطر كبير على لعبة كرة السلة اللبنانية وهيدا الشي اللي حصل بنادي الحكمة من خلال ترك ممول النادي الأساسي والرئيسي وديع العبسي والسيد زياد عبس رئيس مجلس الأمانة بالنادي بسبب الإشكالات يلي صارت ودخول حزب القوات اللبنانية لنادي الحكمة بالإضافة هالحلقة رح تكون مخصصة للعديد من فقرات البرنامج المعتادة وموضوع بطولة لبنان ونادي الأنترانيك بداية بدي رحب بضيفنا لليوم مدرب نادي الأنترانيك رز الله زل عم صباح الخير كوتش صباح الخير طبعا بالإضافة لأنك مدرب لنادي الأنترانيك هو خبير بكرة السلة اللبنانية والعربية وكان مدير فني سابق لنادي الحكمة من عهد المرحوم أنطوان شويري فهو رح نحكي نحن وياه أكتر وأكتر عن كل هالأمور خلينا بداية نشوف أبرز عنوين حلقتنا لليوم هل أصبح مصير الحكمة بمهاب الريح بعد انسحاب الداعم وديع العبسي واسئلة رئيس الأمنة زياد عبس؟ شؤال قياد القوات اللبنانية عماد واكيم عن المفاوضات اللي من كتب للنجاح؟ ببطولة لبنان كل الفرق ممكن تخسر والربحان هو جمهور كرة السل للبنانية مين رح يدافع عن لقب أنيبال زحلي بدورة دبي؟ الرياضي أم الحكمة أو المتحد؟ هذه هي أبرز عنوين حلقتنا لليوم بالإضافة لكل فقرات البرنامج المعتادة كوتش رزق الله زلعوم أهلا وسهلا فيك مجددا أنت وعم تشوف نادي الحكمة يلي نحكي عنه أنه نادي الحلم هالموسم إذا منشوف العدد الأكبر من النجوم يلي موجودين بهالنادي اليوم يلي صار بنيدي الحكمة جهة تركت وجهة استلمت جهة رح تترك وجهة رح تترك يعني هيد الأمور يلي عم تصير قد تخليك متشائم كخبير بكرة السل للبنانية يعني أنا بالسياسة متشائم عطول لأنه ما في محل دخلته السياسي إلا خرب بهالبلد وللأسف شخص مثل السيد وديع العرسي اللي أنا بعرف عبيعطيه من دون مؤابل يعني وأكبر دليل أنه عبيعطينا قلنا كنيدي أنترانيك يعني ما حدا بيعرف أنه عبيعطينا شو الإفادة أنه الزلمة متبرع والزلمة عبيحب يدعم هلا نادي الحكمة الظروف اللي صارت وراء الكواليس شو القصص ما بعرف بس أنا ما بحب عادة السياسة تفوت بالرياضة لأنه ما ألا محل عنها نحن بالرياضة معروف كل فريق بيجمع مختلف الأحزاب مختلف الديانيات مختلف الطوايف مختلف هذا بقى ما حلوية تكون مسياس أبدا السيد وديع العبسي عبيعطي نادي الشانفيل بعرف عبيعطي نادي الأنترانيك أكيد عبيعطي نادي أنيبال الزحلة إذا فرضنا بدنا نحزبها للقصة أنترانيك منه تابع لحزب يعني مثل ما أقولوا أنه التيار الوطني أو كذا أنترانيك منه منه مع ثماني أدار أنترانيك مع أربط عشر أدار مع دعب يعطينا أنا بتصور نادي إذا أجل نادي الرياضي طلب منه أكيد ما رح يطلب يعني بس ما كان السيد وديع العبسي أسر بقى الموضوع أنه نسيس الموضوع هذا شي غلط بعدين بسطنا كتير السنة أنه نادي الحكمة لو نحن نلعب ضدهم بس أكيد نحب كل الفرق الرياضي والحكمة والمتحد نحب الرياضة تكون مستوعية صار عندهم دريم تيم السنة يعني عندهم فريق كتير كتير منيح بعدين الجمهور كان أكتر من رائع لأنه مبطلنا نشوف شعارات بالملاعب وكني عم انتظر خير بس للأسف هلأ ما بعرف شو الوضع راح يكون كوتش الأساس اليوم بالموضوع يعني وين المشكلة عم تتفضل وتحكي وين المشكلة إذا فاتت أنه هني موجودين وجهة تانية فاتت لحتى هالنادي مثل ما بيقول الرئيس الحالي للنادي إليم شانتر أنه جمع كل هالأشخاص هو شي لمصلحة النادي طب وين الغلط كان هني موجودين ويفوت معهم جهة تانية شوف حتى ما نروح لبعيد يعني بيرح السيد ودي العبس يلخص الموضوع بشغلة بسيطة يعني موضوع الانتخابات النيوي اللي صايرة بدها تحصل السنة بظن هاي كل قصة يعني أنا رأيي أنه من وقت ما كنا مع المرحوم بريزدان أطوان شويري الله يرحمه اللي يقل له فضلك تبير يعني علابي الهدف كان من نادي الحكمة أنه يكون مؤسسة يكون نادي للكل بعد ما توفى وصار مشاكل وما في حدا يرعى نادي الحكمة أنا بعرف كثير أنه توجهوا لإدارات السابقة لكذا طرف يدعموا النادي ما حدا يدعمهم لحتى وصول السيد ودي العبسي والسيد زياد عبس أكيد ودعموا النادي بقى ليه هالسنة بلشوا يتخينقوا بدنا ناخدر من هالناحية ليه قبل ما كانوا عبي دعموا هالله بلشوا يتخينقوا في هدف هو الانتخابات أنا برأيي بعد الانتخابات كل شي بيبين طيب خلينا بداية نكوتش نشوف الأزمة كيف بلشت طبعا كان في عدة طروحات مما استدعى كان الخلاف واحد من الخلافات وجود على رأس مجلس الأمانة لنادي الحكمة سيد زياد عبس فانه كان الطرح ما لازم يكون موجود على رأس مجلس الأمانة لنادي الحكمة فهالشي خلى مجلس الأمانة يجتمع وأخذ قرار سيد زياد عبس بوضع استيقالت وبتصرف الهيئة الإدارية إذا كان هذا الموضوع هو الحل خلينا نشوف هالمؤتمر يلي عقده سيد زياد عبس شو كانت أبرز تفاصيله نعرفين شوية الأزمة يلي عم بيمرق فيها النادي هلأ خاصة من بعد ما رجعت السياسة تدق بوابه مرة تانية ويرجع يصير فيه تناتوش بالسياسة على النادي المجلس الأمانة مثل ما إدارة النادي نحنا منعتبر أنه نادي الحكمة أكبر من كل زوري بالسياسة الحكمة هي استعملت التعبير قبل وبرجع بعيده أنا هي جمهورية بيقدر تحت سقفة يكون في كل الأحزاب اللبنانية وكل الأحزاب مرحب فيها أن تجي بدعم نادي الحكمة حب مجلس الأمانة اليوم رسميا يتمنى على اللجنة الإدارية تعمل جهدها أنه تبعد هذا النادي عمل انقصام السياسي وما بسمح بأي شعارات حزبية داخل النادي أو منشآته لا يبقى هذا النادي فسحة لقاء مش فسحة انقصام الخلاف اليوم على بعض الشعارات الحزبية يلي عم بيصر البعض على وضعه على اللقاء الرعاية يلي بده يقدمها يطرح مجلس الأمانة اليوم على المعنيين وعلى إدارة النادي استبدال هذا الشعار بشعار مؤسسة كاريتاس مؤسسة اجتماعية خيرية كل اللبنانيين معنيين فيها طلب مني أني يكون رئيس مجلس الأمانة أول شيء أنا ما طلبه الفريق السياسي اللي أنا بمسكه ما طلب الإستاذ وديع العبسة ما طلب إجرى عندي الإستاذ إليم شنطف طلب مني من بعد ما كنا أنا وياه برأنا بتجربة وفت في حب النادي أني يترقس مجلس الأمانة أنا أول من قاله لإليه طب ما يكون هذا شكل مشكلة ما يكون أنا مجرد لأني عندي انتماء سياسي حلقدي واضح يشكل مشكلة على النادي اللي أبدا أنت في تجربة دون مقابل وفتحة بالنادي وعلى هذا الأساس مجلس الأمانة اللي تجمكلناه بالحقيقة فيه أشخاص من مختلف الأفريقاء السياسيين إذا مجرد أنه أنا رئيس مجلس الأمانة هو العائق أنا عندي استعداد على تقديم استئالتي حتى يقدر هذا النادي يعني هيا هي جملة من المواقف يلي أخذها السيد زياد عبس يوم الجمعة الماضية أول مبارح بخصوص استئالته من رئاسة مجلس الأمانة لنادي الحكمي وأبرز يلي قاله سمعناه سوى ولكن كوتش يعني بدي أخذ رأيك رجعت السياسي الدق بواب النادي نادي الحكمي أكبر من كل الزواريب دخل بالزواريب طرح فكرة كاريتاس أنه يكون حل وسط بين الأشخاص يعني للأسف سمعت أنا عب بسمع وعب إلخ عليه يعني السيد زياد عبس هنا عب يحكي كتير كلمته كانت منيحة إذا هو العائق هو مستعد أنه يستقيل وأكيد ما لازم نحط ولا شعار سياسي يكون على يعني ما حلو نلاقي الرياضة ونلاقي بعدين شعارات سياسية بالملعب يكفينا أنه نحن الفيتبول ما عم نشوف جمهور البسكت مبسوطين بالجمهور الموجود بدل ما نطلع باللعبة لفوع منرجع لورا يعني السياسة ما وصلتنا لمحل صلنا من قيام الحرب وقبل الحرب ولليوم السياسة ما وصلتنا لمحل الرياضة هي جمعتنا اليوم وقال يلعب منتخب الفيتبول نلاقي كل لبنين معه وقال يلعب منتخب أي فريق رياضي يطلع بلعب بره نلاقي كل لبنين معه ما بدنا يكون فريق تابع لجهة معينة وهذا بدو ينعكس مثل طاوية التلج كرة التلج اليوم وقال فريق بدو يروح للسياسة جهة معينة غير فريق رح يبلش كمان تصير القصة ونصير عم نلعب على أرض الملعب سياسيا وهذا شي غلط كوتش بتخاف حكينا عن الجمهور وعن نحكي عن الجمهور بتخاف على جمهور الحكمة اليوم يعني جمهور الحكمة على الجمهور يلني انضبط بنسبة كثير كثير كبيرة اليوم ممكن شوف جمهور الحكمة مغير أو بكفي باستمراريته لا ما بظن راح يكون جمهور الحكمة ذاته ما بظن أبدا لو قدروا يسيطروا على الجمهور الحكمة اليوم بمباراة اليوم بس جمهور الحكمة بعدين ما تسيطر عليه خاصة انه ما بنعرف باشو وين راح يزير فهمت عليه يعني اليوم نعرف نحنا انه بشير بيقدر يضبط جمهور وبيقدر يكون ما يستطيع تبعهم ويوجههم لجامعينة هلا ما بنعرف بزمير راح يكون موجه بالملعب وهذا جمهور كبير وما بينضبط بهيك اشياء بالعكس بدل من نسقف الجمهور عم رجعوا لورا ما بدنا سياسي ما لنا مع أي جهة كانت لا بدنا الحكمة يكون تيار ولا بدنا يكون قويت ولا بدنا يكون اشتراكي ولا بدنا حدا نحنا بأرض الملعب عنا لعيبة تابعين لكل الجهات لكل الطواف لكل هذا نحنا بدنا الرياضة تكون رياضة بس طيب كوتش خلينا سمعنا وجهة نظر السيد وديع عبس سوري السيد زياد عبس كان فيه موقف خاص لبرنامج دانك على كل يلي صار خلال الفترة الماضية من القيادة بالقوات اللبنانية والمتابع لكل تفاصيل يلي صار بنادي الحكمة السيد عماد واكيم أدلى بتصريح خاص لبرنامج دانك منتابعوا سواه السيد إبراهيم خلينا أقول لك بداية حضرتك عبتقول آخر جمعتين نحنا صارنا ثلاثة شهر من عاني بس هنكون عارفين نحنا بالأساس ما جينا فطنا على النادة ما جينا خلعنا باب النادة وقلنا لكم بنا نفوت ندعمكم بالقوة نحنا اللجنة الإدارية من أول السن بتتواصل معنا ونبلش نقاش حول هالموضوع إذا القوات بتفوت بتكون أحد الداعمين السيد وديع العبسة قبل ما يقول بنا نسيد لأنه هو سيص الموضوع هو على التلفزيون الكل مرحب فيه يجي يدعم نادل الحكمة فيك ترجع للأرشيف وهو بقوله تحديداً كان عب يحكي عنا ونحنا قبل ما نع يعني قبل تقليعة هذا الموضوع عمل جلسة مع النايب ستريدة جعجع حكي بالمبدأ إنه إمكانية توجدنا نعيناتنا وندعم نادل الحكمة حضرتك عبتقول لي صارنا الجمعتين نطلع صارنا ثلاثة شهر نحنا نطلع نسيت بنا نطلع لكل الشركة هؤلاء كل الشركات من الفة لากألسلة ما علاش ما هو ما قالوا صفات سياسية بس اللي نسميه نحن بيكون لوقنا صفات سياسية بيكون هون لبنان الحر بيصير غيره بيصير ألفة بيصير عب يحير عب الظهر لبنان الحر عب الظهر بيصير في بقالسة وما أدراك عب سألسة بالمفهوم السياسي عئي بحكي بانك بانك مصرف المشكلة تطلع وبتنكب كشعار سياسي على الإعلام من قبل السيد وديع العبسة بيقول يا بيشيلوا لبناني الحر يا ما بيقبل يفوتوا لا يكون واضح نحن ما فتنا ولا حطنا إنا شرط ولا سعينا ولا اشتغلنا ولا عم نشتغل وعطول من قوله مرحل فيه بدو دعم النادي هو أو غيره نادي بياخد دعم من الكل يعني منو هك كونتون يا هو بياخدو يا أنا بياخدو علما برجع بقول إنو الفكرة الاساسية قلعت منه نيك إنو نحن وإياه سواء ندعم النادي وإحنا عم نطبق شيء اتفقنا عليه يعني ما ترح لطوله أنا كان موقف بيرح نخي أنا ما بقدم اقتراحات لأنه أي اقتراح بقدمه للحال عبي ياخدو وينزل منه نزول يعطينا اقتراحات مثلا هذا الاقتراحات ما وصل لك تنقشو بسمع بالإعلام حطه كاريتاس بسمع مدروان حطه ما هيك بتسير هاي دي نيجوسياسيون بالإعلام هاي دي مواقف سياسية وقال ولطوله أنا برأيي من الاساس هو هاي دي بديو يا هيك يعني كانت كلها مناورة كان معتبر أنه نحن ما رح نقرب نفوت نساعده وبالتالي قال إيه بقبل وأنه حق اللجنة الإدارية ساعة تتقرر يعني في عندهم وديع وديع أساساً منو ماضي كونترا وفي البروتوكول اللي مقدمو أنا خطيه وهم يأخذوا قراره ويدار ما دخلك شر يعني قراره ويدار ما دخلك شر كوتش بدي أخذ رأيك يعني أخذ رأيك بالسيد زياد بدي أخذ رأيك بالأستاذ عيمان اللجنة الإدارية هي اللي تابعت يعني كانت عمد فاوض وفكرة دعم النادي اعتبر أنه يلي قاله السيد وديع العبسي كان مناورة من أول الطريق وحق اللجنة الإدارية تقرر وقررت القوات اللبنانية هلأ منطقياً ما فيني أحكي ما بعرف شو عبشير بالإدارة يعني بس اليوم أنا المستغربة متكل على مستغربته إنه على قد لا وقد بيجي لعندي شخص لنقول وبيعطيني مليونين دولار للباسكيت وبشير مليون للفيتبول ليه بدي غيره يعني إنه ناقصني مصاري يعني إنه أكتر مليونين شو بدي بالفريق يعني مليونين عم نطلع فوق البدجت بكتير شو صاير ما بعرف بس أنا رأيي إنه وقد بيجيني شي مصاري بتكفيني فهمت علي ما بروح بدور على غير شخص هلأ ميما بده يفوت أهلا وسهلا يفوتوا بس أنا ما راح فوت بالحرطاءات يعني ما بعرفها ما بعرفها بس عبعطي رأيي وقل عالم كله عبتسائر إنه وقد بيجيني شخص مثل وديع العبسي فرضا إجاع نادي الأنترانيك هلأ بروح بدور على غيره كمان هذا شي هوني مع كوتش بعيدا عن القوات والتيار السؤال كإدارة نادي الحكم وإنت عز المعرفة فيهم لكل الهيئة الإدارية وبرئيس النادي اللي مشانتف يعني وين أخطأت الهيئة الإدارية لنادي الحكم وين أصابت قلت لك اليوم وقد بيجيني شخص متموّل مثل سيد وديع العبسي وعندي شخص مثل زياد عبس اللي هن راحوا لعنده ما هو إجال عنده ناديك السنة وقد كانوا مكسورين راحوا لعنده وغطى العجز كله يعني ما كان لازم يصير فيه مفاوضات إلا عن طريق هالجميع لأنه أنا وقد بيجيني واحد بحط مليونين ثلاثة ملايين بالنادي وبتجي أي شركة بدها تفوت عن نادي ما بيصير أنا اتفاوض من دون هالأشخاص لازم يكون عندهم علم مثل ما عرفت مبارح أنا باللقاء الصحفي المؤتمر اللي عمله السيد وديع العبسي ما كان معه خبر شو عبي يصير برا هذا شي أنا بظن كان غلط يعني أنا بالنسبة إلي السيد وديع العبسي مفروض نحن نكرمه ما مفروض نعمل معه نتعامل معه بهذا الشكل خاصة خاصة أنه اتلق عبيعطي ما عبيعطي الحكمة لأنه الحكمة تابع لفريق هو بيعرف جمهور الحكمة كله أغلبيته منه تابع لجهة معينة بس عبيعطي أندي اتلق مثل الأنترانيك نحن ضد توجهه يمكن السياسي بس عبيعطينا معناتها المصلحة لا بعدين انتخابيا بدي أحسب بدي فكر بكل شيء سيد وديع العبسي ما بظن رح ينزل عن نيابي يعني ما عبيعطي حتى ينزل عن نيابي لا حاسمه هو لأنه أنا برأيه أكبر من نيابي يعني فهمت علي يعني هو عبيعامل إشياء هلأ للرياضة النواب كلهم ما عبيعاملوا ما في نياب عشتير لرياضة مثله طيب خلينا نشوف كيف كان المؤتمر الصحفي يعني نحكي كان فيه فترة فترة مفوضات مبارح قبل الظهر وأول مبارح كان فيه اتصالات بين طبعا أصدقاء مشتركين بين السيد عيماد وكيم وبين السيد وديع العبسي وصار فيه عدة اتصالات كانت انتهت مبارح الساعة تنتين بعد الظهر وحصل الطلاق بحسب ما وصفه السيد وديع العبسي الطلاق ولكن ليس على الطريقة المرؤونية كوتش يعني إن شاء الله هيدا اللي منتمنى وقرر يعمل المؤتمر الصحفي وكان هالمؤتمر الصحفي بمكتبه وليس بمقر نادي الحكمة بسبب أمور تقنية بركي قضية الكهرباء يلي عرفناها خلينا نسمع شو أبرز ما قال عند ما أرر أنه يترك فريق الحكمة هالموسم عرض شعار لبنان الحر من أول يوم ومن أول لحظة أنا رفط لأنه هذا الشعار يمت إلى حزب القوات اللبنانية ونحن مقررين بالاتفاق مع الستري من أول يوم ابقاء السياسي خارج الملعب كما اتفقنا مع التيار ومع استاذيات وعرض أنه تفوت القوات اللبنانية من خلال شركات معلنة لدعم النادي رحبنا وقالنا له أهلا وسهلا والنادي بساعة الكل كان الرئيس إليم شنتف على طول بحاجة إلى الدعم وبالتالي اضطرينا نتخذ خطوة متقدمة بأنه أمننا رصيد الميزانية عن طريق شركات معلنة وقلنا له لأستاذي مشنتف أنه الميزانية تم تأمينها بالكامل وما بقى في داعي تفاوض حدا للقوات ولا غير القوات لها العام خليها الرصيد هيدا للعام القادم لأنه نحن بدنا نخلي السياسي برى الملعب وبآخر تصريح إلي بالتلفزيون قلت بأنه لن أكون متواجد إذا في شعار سياسي على عرض الملعب يا السياسي يا أنا فجأت تاني يوم بأنه اللجنة الإدارية تخذت قرار بتبني السياسي وقبول عرض الأستاذ وكيم بما فيه لبنان الحر وفاجأ بأنه رئيس اللجنة الإدارية ملتزم مع القوات اللبنانية بشعارات ورّت نفسه ورّت نحطنا بموضع أنا مش مستعد أتخلى عن مصداقتي مع الناس اللي بيسمعوني وبقللون السياسي بره لما بيكون فيه رياضة وقبل شعار سياسي بأرض الملعب وأنا أكد لكم أنه اللجنة الإدارية ضعيفة في اتخاذها هكذا قرار هيدا قرار أكبر من الإجنة الإدارية وما بيقدروا يتحملوا إفساحاً في المجال وإفساحاً في المجال للنادي للإستمرار ولهالفريق لا يستمر لأنه اللاعبين بلشوا يتململوا ويهتزوا ونتيجة آخر جيم كانت واضحة قررنا ننسحب أنا والإستاذ زياد من تمويل النادي على أمل أنه القوات اللبنانية ستقوم بتغطية الميزانية كاملة للمصاريف اللي ما رأيت وللمصاريف اللي جاية لها العام العام المقبل أكيد القوات اللبنانية ما رح يكون أنا مصلحة لأنه ما فيه انتخابات رح تنسحب نحن رح نكون جاهزين لنرجع نتلقى عن نادي يعني هذي هي المواقف أبرز المواقف يلي اتخذت مبارح بالمؤتمر الصحفي يلي كان مخصص لترك فريق الحكمة كوتش يعني كلام كبير عبي أحكي استاذ ودي يعني أنا وقت بدي يترك ما برجع هو بالعكس عبي أقدم أنه أنا إذا تركت حكى كثير عن هذي النقطة رجعوا إيلولي راح أرجع بقى يعني قلبه كبير يعني فعلا أنه لما شخص أنه يعني عم يحكي هالكلام ونعمل اتفاقات وكان فيه بدون علمه بمفاوضات كان عم تصير من وراء ظهره ويرجع يقول أنه حتى سؤال يعني فيه سؤال مهم سؤال بالمؤتمر الصحفي عن عقد اللاعبين يعني الكبار بالنيدي أو عقد مع المدرب فؤاد أبو شقرة بما أنه هو من أبرم العقد أول شيء ما فيه عقد يعني خطي ولكن فيه عقد شفهي بحسب ما قلنا وقال أنه هو ملتزم فيه لآخر كلمة قاله مع الكوشف فؤاد أبو شقرة يعني هلأ أكيد وقت بيحكي بده بده ما فيه نسحب يعني وصل له هون مش أنه بالحكي يعني للمركز اللي وصل له أكيد أنه كلامه هو أكبر من كونترا أو عقد بس أنا لعب أحكي أنه ممنوع عب أحكي سياسيا ممنوع أي سياسي يا أخي ما بدنا السياسة تفوت على الرياضة مش إذا أجوا التيار هلأ بدهم يأخذوا فريق الحكمة لوحدهم يسيسوا الموضوع أنا ضدهم ممنوع أنا عندي بالفريق اليوم بكل الفرق اللي مرنت عندي بكل أحزاب ما بصير يحكي بالسياسة بالملعب بالملعب في عنا لعيب وفي جمهور هاي الرياضة ما منعي من اللعيب على أساس إذا هذا من حزبي بلعبه إذا منه من حزبي ما بلعبه وما بصير الجمهور يقف بالملعب هنا يأخذ يحكي بالسياسة السياسة ما راحت لمحل إلا خربته ما بدنا تخربنا الرياضة بتخاف عن ايدي الحكمة طبعا بخاف عن ايدي الحكمة نادي الحكمة بعد بريزيدن شويري ما وقف عجيزين مثل عادي طالع نازل طالع نازل ما فيه نادي الحكمة إذا ما صار مؤسسة بالمعنى الصحيح ما صار عندهم ملعب ومقر ما في نادي يعني اليوم أنا بتأسف عن نادي الحكمة أنه هلعب فكره كانوا يعملوا ملعب بمدرسة الحكمة بالأشرفية هاي أول خطوة كانت منيحة بدها تصير نادي الحكمة بطل آسيا كزا مرة وبطل العرب كزا مرة وبطل لبنان كزا مرة ما عندهم ملعب ما عندهم ملعب أكيد رح يكونوا طالعين نازلين يعني اليوم جاءوا شخص مثل السيد ودي العبسي وزياد عبس وقدموا له المصاري وعملوا مخطط لقدام رجعت هلأ وقفت كل شي وراحت رح يعمروا الملعب هلأ رح يكون في عنا نادي وقت عم نحكي عن نادي مش نادي هو خمسة عشر لاعب ومدرب وجهاز فني هذا نادي الحكمة اليوم مين نادي الحكمة عنا فريق قدم وفريق سلي ما في نادي النادي الحكمة عم نحكي مثل ما بقوله هيك بالهواء يعني عم نضخم الموضوع كتير كتير كبير لأول مرة سمعت أنه رح يعملوا مقر ونادي ويبنوا ملعب استفشرت خير بس هلأ ما في خير وين الخير طيب بركي منروح شوي على الخير على دورة دوباي ومشاركة الفراء اللبنانية يعني للأسف أنه هاللعبة أو لعبة كرة السلة من مشاكل لمشاكل يعني ما لحقنا فتنة بقصة الاتحاد خلصنا قصة الاتحاد والأندية المعارضة لفتنة بأزمة نادي الحكمة يعني دائما هالمشاكل المتواصلة يعني هارجع أحكي عنها ولكن دورة دوباي الدولية اللي بتنطلق من 10 ل 19 الشهر الحالي طبعا بالنادي الأهلي بدوباي بمؤازات مشكلة نادي الحكمة مثل ما منعرف هالفريق عنده استحقاق بدورة دوباي الدولية اللي سبق لإله أحراز لقبها عام 2002 واللقب حاليا هو لبناني لكن حامل اللقب هو نادي أنيبال زحلي غائب عن النسخة الـ 24 اللي بتنطلق الخميس المقبل والحكمة مدعو لإبقاء اللقب لبناني إلى جانب الرياضي والمتحد الفرق الثلاثي اللي رح يكونوا مشاركين منتصف الأسبوع الماضي كانت عم تصير قرعة الدورة اللي وضعت الحكمة والرياضي بمجموعة وحدة إلى جانب منتخب الإمارات والماتي الكازاخستاني ورح تكون المباراة الأولى بين الرياضي والحكمة يوم الخميس بالافتتاح يعني أول مباراة رح تكون يوم الخميس بين هالفريقنين أما المتحد طرابلس اللي رح يلعب بالمجموعة الثانية إلى جانب الأهل الإماراتي وصيف النسخة الأخيرة مع سمارت جيلس الفلبيني والرياضي الأردني اللي رح يواجه المتحد بالمباراة الأولى يوم الجمعة وبتستمر هالدورة لتسعتاش الشهر الحالي طبعا عم نشوف لقطات من العام المقبل عندما أحرز نيدي تتويج كان للنادي اللبناني الفرق اللبنانية اللي عم تفرض سيطارتها على هالدورة اللي تعتبر الأبرز بالمنطقة على الإطلاق وطبعا رح يكون موجودين بهالدورة لنغطي فعاليتها لما تملك من أهمية دبقر الدوباي الدولية اللي الفرق اللبنانية كوتش مثل ما منعرف أنه هي الأبرز عم تكون فيها ثلاث فرق الرياضي والحكمة والمتحد مننا لندخل على بطولة لبنان برأيك أدي حظوظهم بهالدورة وأدي قادرين يفرضوها نحن دائما خصوصا بدورة دبي دائما معروف أنه فرقنا عم تنافس على النهاية وأكثر الأوقات عم نحصل على الكيس تبع الدورة إن شاء الله ثلاث فرق ثلاث فرق فيهم يمثلونها خير تمثيل ثلاث فرق كبيرة وإن شاء الله يلعبوا منيح والأفضل منهم أكيد نفضل نواحد منهم يحصل على الكيس طيب كوتش بطولة لبنان أول شي خبرني وضع الأونترانيك وضع فريقك يلي لمستك عليه واضحة بتشتغل بدون ما حدا يعرف بطريقة وبإمكانات محدودة لحتى يظله اسم هالنادي الكبير اللي عمره من وقت طويل شو وضع الأونترانيك اليوم شوف نحن أخذنا الفريق جبنا كلنا لعيبي صغار معروفين يعني لعنا لاعب بس مروان جبنا مروان الحاج اللي كان نقصنا المركز تابعه هو الكبير بالفريق البقية كلهم صغار حتى الأجانب صغار عم نشتغل لبعيد ما عم نشتغل لها السنة مبسوط كثير من اللعيبة مبسوط كثير من الإدارة من الجول موجود يعني أول مرة فريقي ربحان ما تشوى واحد بس إذا تروع التمرين كل التمرين بيتمرنوا كأنه ربحانين البطولة عم نعمل نقدم مستويات كثير منيحة بغض النظر إذا ربحنا وخسرنا الإمكانية الموجودة متواضعة ونرجع نشكر السيد وديع العبشي هون اللي ساعدنا ولولا هو ساعدنا ما كان فيه فريق ما كنا اشتركنا بالبطولة أبدا مبسوط كثير من اللعبة كان فينا نربح فرق كبيرة لولا هلأ بنحكي على الموضوع كنا مع الرياضي رح نربح يعني الشوت الرابع نحكي عنها المباراة كنا ربحانين سبع نقاط أكيد إصابة لعب عندي نوفار قدسن أسرت قعد خمس دقايق ونص برة أسرت علينا بس كمان تحكيم بشخص حكم معين يعني كان له دور كبير بخسارتنا بس أكيد الرياضي ما زعلت أنه خسرت مع الرياضي بالعكس قدمنا مستوى كتير منيع الرياضي أكيد يستحق يربح فريق كبير أكبر من فريق بكتير بس أقول لك الخسارات اللي نخسر نحن ما نخسر فرق كبير مع أحسن الفرق ولكن الفريق عم بقدم مستوى مباراة واحدة فرق كبير هي آخر مباراة مع الشانفيل لأنه أنا لعب بأجنبي واحد ما لعب باثنين بعدين كنت المباراة يعني ما أكيد ما أني رايح ربحها فعطيت 12 واحد لعبتون عندي بالفريق وغسا كمان زيت شي ما كان يعني شد علي زيادة بس واك تلعب ضد فريق الشانفيل بأجنب بواحد ما كنت متوقع أنه عمل نتيجة منيحة بس بعيد فرق كلها حتى مع المتحد مع الحكمة مع بيبلوس مع كل الفرق نتيجة كتير منيحة والخسارات التي خسرتها خسرت ثلاث نقاط وخمس نقاط ما كنا عم نخسر كتير بطولة لبنان المستمرة باشتعالها من خلال الفرق معظم الفرق يعني 6 فرق تنافس على لقب البطولي أو دخول الفينال فور كانت مباراة الأبرز يوم التي جمعت بين بيبلوس والمتحد يعني هذه المباراة التي انتهت بمرحلة الزهاب بفوز بيبلوس كان المتحد على أرضه أمام جمهوره مطالب بالفوز دعونا نرى تقرير عن بطولة لبنان من إعداد لبطولة لبنان كانت تجمع المتحد مع ضيفه بيبلوس على ملعب مجمع الصفض بيطرابلوس واللي شهدت تكرار الفريق الجبالي انتصاره بمرحلة الزهاب وأنهل المباراة بفارق 4 نقاط 96 وبهاللقاء اللي كان قمي بالإثارة والندية اتميز ببروز اللعبين المحليين فكان مازل منامني يقدم واحدة من أفضل مبارياته مع 21 نقطة بيناتهم 4 ثلاثيات واضافتهم عمار 5 ثلاثيات من أصل 17 نقطة كانت رصيده باللقاء التزديدات البعيدة كانت السلاح الأبرز للفريق الجبالي فكان نصيب الأمريكي جايونغ بلاد 4 ثلاثيات من أصل 28 نقطة و7 تمريرات حاسمة ومثل العادة كان الوحش مايكل الفريزر عم بيأكد أنه أفضل ريباوندرز بالبطول إلى هلأ مع 15 متابعة إضافة لتسجيله 14 نقطة وبالمقابل كان باس البوجي عم بيفرض نفسه هجوميا برصيد 26 نقطة وأضاف الأمريكي إيريكت شاتفل 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة فيما كان مواطنه مارك ساليرز الحلقة الأضعف واكتفى بتسجيل 11 نقطة لا يفشل مرة جديدة بإثبات حاله بالمباريات الحساسة وبعد نكسة نهاية مرحلة الزهاب بالخسارة أمام عمشيد كانت مهمة الحكمة سهلة لإستعادة نغمة الانتصارات أمام خصم ضعيف مثل هوبس وأنهى المباراة بفرق 17 نقطة 198 وإذا كانت مهمة الحكمة سهلة ليتمسك بالصدارة فالرياضي عم بيواصل مطاردته بمهمة أسهل كانت أمام ضيف وبيجي حسامة بفارق 26 نقطة 98 أما الشونفيل فتمكن من تخطي الانترانيك بفارق 39 نقطة 118 79 بفضل قائد الفريق فادي الخطيب اللي حقق الإنجاز الشخصي تريبل دابل ب31 نقطة وعشر متابعات و12 تمريرة حاسمة وأضاف الأمريكي ريشون تيري 19 نقطة مع 7 تمريرة حاسمة ونديم سعيات 16 نقطة أما الانترانيك اللي كان يفتئت خدمات الأمريكي بسبب الإصابة برز منه صانع الألعاب مع 13 تمريرة حاسمة إضافة لتسجيل 9 نقاط وأضاف مايكل النار 15 نقطة فيما كان الغاني السينزو أمبيم يقدم أسوأ مبارياته واكتفى بتسجيل 10 نقاط وبالختام واصل الظاهرة الأمريكية تحطيم أرقام القياسية وسجل 55 نقطة لعمشيد وقعدوا لانتصار جديد على حساب أنيبال زحلة بفرق 30 119 89 يعني مباريات كلها من العيار التقيل بين الفرق اللبنانية أول شي من أنهنيك على مستوى ابنك يعني جوي يلي عم بقدم فعلا مباريات يلي بيشوفوا بأرض الملعب بيعرف أهمية الشي يلي عم بيقوم فيه قدب تقسى عليه أول شي بدي أسألك صوتك بالملعب ما شاء الله عليك يعني ويقال أنك كتير حد يجاه اللاعبين والله في شغلات أوقات خلص تطلع شوف أنا بعمل كلمة بعضهم وما بحكي كلمة غلط مع اللعب بحكي ضمن اللعب يعني تشوفني عب صرق عبادة اللعب يتعودوا علي أنا الغلط ما بحبه أكيد لازم يغلط واللعيبة بس فيه إشياء بتمرق وإشياء ما بتمرق إشياء بتمرق إشياء ما بتمرق يعني لأعطيك مثل إذا اللاعب فاضي وما أعطيته باس هي ما بتمرق عندي يعني إذا واحد بده يلعب له ما بده يلعب للفريق هيدي ما بتمرق الشي اللي بحكي مئة مرة مع اللعيب بعلمون عليه إذا بده ينزل ما يسمع كلمة كمان هيدي ما بتمرق بس إذا أخذ طابع وشاطط طلعت برا هي ما كل العالم تعمل يعني الإشياء اللي بحكي فيها أنا الإشياء اللي بتعب معهم فيها وبعلم إياها إذا ما بده يعملوها بالملعب هيدي ما بتمرق عندي لعيب يلعب لوحده مش للفريق هيدي ما بتمرق لعيب ما يشارك رفقاته باللعب كمان ما بتمرق هو الإشياء اللي أنا كتير حازم فيها يعني ما عندي ما فيني مثل ما بقوله فاوض علي يعني يلا بسيطة ويلا كذا ويلا هذا هول الإشياء بدي يعني لعيب يروح عقله على الجمهور وعالحكام وينسى اللعب ويعود برا يعني بعلمهم أنه أنت شغلتك الحكام ما لازم تعكي معه أنت شغلتك تلعب بالملعب الحكام بده يغلط مش ما بده يغلط أنا بغلط أنت بتغلط كل العالم تغلط بقى رأسك لازم يكون باللعب هول الإشياء اللي أنا بتدعق منها وبحاول هلأ الفكرة وين أنه فريق السنة عندي هي جديد في لعبة ما لعبت عندي في لعبة ما بتعرف عقلتي بقى لبين ما يتعلموا بتروح سيزن هذا بيروح لأنه اليوم الخبرة اللي بدون ياخدوها أو بدون ياخدوه مني خلال المباريات لأنه بالتمرين تكون الشغلة ما تبين الغلط يبين وقت نلعب المبارا بحس إذا السنة يجي عندي بكون الأغلاط تبعيتهم خفي متفاهمين معي أكتر بس أنه وعصب يعرفوا عن محبة يعني طبيعيا بعصب أنه بدي أرفع عيدي ونحتي أكتر عن لانترانيك وبيئ الفرق اللبنانية ولكن هلأ بدي قف مع فاصل إعلاني أصير ونرجع من متابعتنا لحلقة برنامج دانك لليوم عودي لمتابعة حلقتنا لليوم مع المدير الفني لنيدي الأنترانيك رزق الله زالعوم كوتش كنا نحكي عن أنترانيك بدي أدخل على باقي الفرق وتصورك لبطولة لبنان شفنا بيبلوس والمتحد شابوبالا بيبلوس يلي يقدم فعلا مباريات مهمة جدا كيف شفت كيف عم تشوف بيبلوس وبدأ أخذ رأيك بالمتحد بيبلوس فريق مكافح عندهم اتنين أجانب أكيد جيانك بلود وعندهم فريزر كتير عبيلعب منيح عبيعمل اللي لازم يعمل مازين منيمن عبيقدم مستوى كتير كبير كلهم مع بعضهم عبيلعب منيح الهجوم كل واحد عارف شو لازم يعمل فريقهم كتير منيح المراكز الموجودة عندهم مغطاية بشكل مظبوط عندهم روتايشن لعيبة كمان منيحة يعني في فريق نازل بده يرباح فهمت عليه وعرف شو لازم ويجهد اللي يبزله مدرب الفريق جون أكيد أكيد ما صار شي إذا ما في مدرب عندك المتحد عندهم خمسة بالملعب عندهم مركز بالملعب منهم عبين كل المراكز بالإضافة للاعبين الاحتياط البنش تبعهم كمان بدهم شوي تشغل المتحد شوفوا بمباراة بلعب نيح حسب الماتشوب قدامه في مباراة مع بلعب نيح يعني المستوى رح يكون زبزب طبعا الفريق ككل مش ريكب عندهم نجوم منه ريكب الفريق هذا هاي نظرتي أنا بحبهم بيعرفوا كتير منيح أنا بحب إدارة المتحد ولا ده معدي مشكلة بس ما حبتي قيلهم يعني عم بحكي النادي الرياضي لعبة منيحة بس اللي السيني مركب جديد في عندهم إجا إجا لعبين جديد على الملعب بظن بدوا شوي تغيير وهن عم يشتغلوا على القصة في شوية قلة خبرة لبعض الأوقات عندهم يعني لعبة مثل أحمد إبراهيم لعبة كتير منيح بس عمره صغير بدوا وقت لا يقدر يورجينا المستوى اللي أكيد بيصل لمستوى كتير منيح يعني في شوية كمان كبر بالعمر بدوا منهم رجلج مظبوط أنا برأي الفريق اللي هلأ كامل منيح هلأ بلعب مباراة كتير منيح هو فريق شانفيل هلأ مؤخرا عنده تنين أجيان طبعا عندهم تنين أجيان يبصار كتير منيح راكبة كلها شفنا بآخر مباراة قدام مستوى كتير منيح فريق عمشيد فريق منيح بس ناقص كمان آخر مباراة كان ناقص بغضان غالب رضا يعني لو موجود غالب ما كانوا يقدروا يعني على أمل أنه تنحل قصة غالب رضا مع نادي يعمل دبل تيم على آدري أمت ولا تريبل تيم يعني كان في مينشيل شوية ضغط عنه يعني بوجود غالب برا في ناقص بفريق عمشيد بس ما ما في شك أنه آدري قامت صاح مباراة عبيعكو العالم أنه ما حد خمسين نقطة بس بدنا نذكر واتلعب عنده اثنين وثلاثة دايما معه وحسين الخطيب قدم مستوى كتير كتير مني ليلته كانت أحسن مدافع برا أنه هو أحسن مدافع اليوم موجود بلبنان لأنه نحن نتذكر أنه أكتر مباراة تطلع بفور تسعين سانية دفاعنا ككل ما يكون دفاع مني عباكي عن الكل محط بس عطى أسست كتير مقابيلة بس ما قدروا موضوع بس شانفيل عب يقدم كتير مستوى مني بعتقد الشانفيل والحكمة الحكمة فريق مني بس هل نفسيا ما منعرف شو رح يصير بالفريق لأنه كل أحداث بتأثر على اللعيبة الناس متصورة أنه في عندنا الرياضي والحكمة والشانفيل هن لهم الأفضلية أكيد لهم الأفضلية يعني بس مين رح يصل لفوق بنهاية أرض الملعب هي بظن الشانفيل بظن الشانفيل والحكمة إذا ما صار شي هلأ طبعا هن الأفضل حاليا مباراة اليوم بين الحكمة والمتحد مباراة مرتقبة رح تكون قبل سفر الفريقين اللي يشاركوا بدورة دبي الدولية كيف رح تكون المباراة والمباريات المقبلة وخسارة عمشيت مبارح خلينا نشوف بهذا التقرير ومنتبع بعد خمس انتصارات على التوالي تمكن فريق الشانفيل حامل اللقب من إيقاف عمشيت إيمت بالمباراة اللي جمعت الفريقين بجبال وانتهت بفريق 17.82 65 بافتتاح الأسبوع الثاني من إياب بطولة لبنان هالانتصار أعاد الصورة الحقيقية لأبناء ديك المهدي اللي انتصروا 46 نقطة بكل مباراة لكنهم بارح كان عم يسجل 12 نقطة بس والفضل بيرجع لحسان الخطيب اللي كانت مهمته مراقبة الهداف الخطير ونجح فيها بامتياز وبالمقابل كان فادي الخطيب مستلم الناحية الهجومية وسجل 27 نقطة وسانا دوريشون تاري مع 23 نقطة والجورجي نيكلوز 18 نقطة و12 متابعة هالأسبوع رح يستكمل بمبارتان ان العيار التقيل رح يصيروا اليوم وبكرة ممكن يكون لهم تأثير كبير على صورة المنافسة المباراة الأولى رح تصير اليوم على ملعب غزير بين الحكمة المتصدر وضيفه المتحد رابع الترتيب بلقاء ثقري للفريق الترابلسي اللي خسر على أرضه بالزهاب 71-87 وبالتأكيد المهمة صعبة على المتحد ومش سهلة على الحكمة اللي استعاد خدمات جوليان خزوع والأمالكي ديشون سيمس السقر لخسارته للزهاب 91-73 وبدو يأكد أنه فريق قادر يحقق الانتصارات على الفرق الكبيرة وبيعتمد على مجموعة قوية مع السناء الأمريكي المميز مايكل فريزر وجاي يونج بلد أما الرياضي اللي عم بيواصل مطاردة الحكمة مش بيستعد يفرد بأي نقطة بانتظار فرصة خطف الصدارة لكنه رح يواجه خصم صعب ما بيستسلم بسهولة وهوايته تحقيق المفاجآت الأسبوع الثاني لها المرحلة رح يشهد مبارتين أن النوع المهم جدا لناحية الهروب من منطقة الخطر بين أنيبال زحلي وضيفه هوبس يوم الثلاثة فيما رح يكون الأنترانيك ضيف على بيجة على ملعب المركزي بجوني يوم الأربع طبعا هذه المباريات وحماوتها طبعا من فوق ومن تحت بترتيب بطولة لبنان كيف صار الترتيب رح نتابعه سوى على الشكل التالي طبعا بالمركز الأول عم بيكون الحكمة هو بالمركز الأول لجدول الترتيب العام ببطولة لبنان عمشيت بالمركز التاني الرياضي تالت الشونفير الرابع طبعا هالمباريات تختلف في مباريات أكتر مباريات أقل ولكن عم نشوفها طبعا بيبلوس خامس طبعا هالترتيب من بعده المتحد بيجة هوبس أنترانيك أنيبال زحلي هذا هو الترتيب العام لجدول بطولة لبنان أو ترتيب بطولة لبنان المباريات اليوم الأحد بيلعب الحكمة بغزير بمباراة مهمة جدا الساعة خمسة بواجه المتحد طرابلوس بمباراة رح تكون نارية بين الفريقين التانين بكرة الساعة سبعة بيبلوس بيلعب مع الرياضي ببيبلوس على أرضه مباراة رح تكون صعبة على النادي الرياضي التلاتة أنيبال بيلعب مع هوبس والأربعة بيجي بواجه أونترانيك يعني مباراة التلاتة والأربعة هيدور رح يكونوا لهم طعم خاص لما أهمية هالفريق من أجل تثبيت مركزها بمراكز بتخليها ترتاح نوعا ما ببطولة لبنان كوتش ما تشك مع بيجي مرتقب ومنتظر عم تحضروا تحضير خاص طبعا يعني هالفرق معروف نحنا أربع فرق لأنه عندك ست فرق ميزانية تأكيد أكبر ونحنا الأربع البيئين لدينا ميزانية متواضعة إن شاء الله خير يعني نحضر فريق بيجي بنعرفون لعبتهم معروفة عننا هلأ المباراة الخلاف أنه بدأ تصير عندهم نحنا غيرنا اللاعب أجنبي لأنه بهالمباراة رح نشرك ديلونتي هولند لاعب جديد لأنه نوفر نضرب ماتش الرياضي رح تكون أول مباراة له عنا عنصر المفاجئة لأنه ماحدة بيعرفوه بينما نحنا بنعرفون لهذا إن شاء الله خير يعني هاي مباراة مهمة للفريقين إن شاء الله وإلى فقرة نعم أم لا السؤال الأول بفقرة نعم أم لا بيقوله للمدير الفني لنيديل أونترانيك تؤيد موقف العبسي التيار على حساب وكيم القوات أنا ما بحكي في سياسة أنه أيد عبسي التيار على أنا ما بأيد حدا أنا بأيد العبسي من دون سياسة تعتبر أن تسمية لجان الاتحاد كأنها لم تكن يعني الأول شيء ما بدنا نحكم لأننا نعرف صار كتير مشاكل أنت بدك نعم أو لا صح عم نرأ لك يون بس أنه بس هاي لحظة أنه الاتحاد جديد وهو مفروض يكون في عدة لجان بينات لجان اللجنة المضربين وكذا وصار مشاكل كتير بدنا نعطيه الوقت بس حاليا لا لأونترانيك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية إن شاء الله لا هل المدرب المحلي لا يزال أفضل رغم ما جيء سوكوتيتش وأباز وشوليين يعني أكيد أكيد هيدو الأسئلة نعم أملاكي نوع بفقرتنا لليوم بس بدي أحكي عن شغلي أنه اليوم الساعة 12 ونص يعقد مؤتمر صحفي يعقد مسؤول القوات اللبنانية ببيروت السيد عماد وكيم مؤتمر صحفي بمقر القوات اللبنانية بالأشرفية للرد على كل الموضوع يلي حكي فيه السيد وديع العبسي والسيد زياد عبس وكل الأمور يلي صارت فيها قضية نادي الحكمة واستلامهم وشو هي خططهم للموسم المقبل أيضا عنا خبر عن بطولة آسيا يلي رح يستضيفها لبنان الصيف المقبل طبعا خلال زيارة وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي لقطر بالزيارة الرسمية اللي قام فيها ولقاءه أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس اتحاد القطري لكرة السلة جرى طرح موضوع التأكيد على إقامة بطولة لبنان بلبنان ودعمه لاستضافتها بلبنان طبعا الشيخ صعود تتمنى وأكد أنه رح يتابع هالموضوع وأكد رغبته بدعم لبنان لاستضافة بطولة لبنان وكان الوزير كرامي أيضا أثار مسألة احتفاظ لبنان بحقه لاستضافة بطولة آسيا يعني في حال لم تقام بلبنان أثار هالموضوع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وقال لبنان لازم يكون موجود في حال نقلت كونه لم يلعب المباريات بالتصفيات فهالشي عم بتابع وزير الشباب والرياضة مشكور من أجل أنه لبنان يستضيفها العرس الأسيوي بالصيف المقبل كوتش منتخب لبنان خائف على منتخب لبنان وعلى نتائجه بالفترة الأخيرة يعني النتائج بالآخر ما كانت نيحة أكيد هلأ أول شي الدعم المادي هو المهم نحن نعرف منتخب لبنان بلأ أجنبي منيح ما في منتخب يعني نقعد نضحك على حالنا اليوم الأجنبي بدك تحط له مصريات حتى يكون في عندك أجنبي منيح بده يكون في عندك لجنة منتخبات أنا ما بيرأي أنه اللجنة السابقة كانت منيحة أبدا لأنه واد بدي حط سوريا واد بدي حط ناس بفهموا باللجنة منتخبات لازم يكون عندهم الباكراون طبعهم بسكتبول فنيا منيح هاي دي بيرأي أنا بتكون لجنة المضربين إلى إلى علاقة بلجنة المنتخبات يعني ما بسي يكون في عندنا لجنة منتخبات ما فيها ولا مدرب أو ما عنده مدرب عنده خبرة بهذه الأشياء بقى المدرب لوحده اللي هو غسان سركيز ما في هو يكون بيعرف كل شي ويقدر هو يكون مسؤول عن كل شي لازم يكون فيه معه فريق فني عم يسير بس نحكى أنه كل المدربين الدرجة الأولى رح يكونوا موجودين ب من مدربين درجة الأولى كلهم يعني كل المدربين درجة الأجانب معنا كمان لازم يحددوا لازم يقولوا أنه نحن عندنا مدربين نعقد نجتمع كلنا متفقيم أكيد هذا الشي الذي شخصيا دكتور روبير أبو عبدالله رئيس الاتحاد أنه سيصير في تواصل مع المدربين وشكلوا لجنة من المدربين سيتم الاتصال فيهم لأنه هذا الموضوع بعده جديد للبحث بهالموضوع وبركي بتعيين مدرب لاحقا ولكن حاليا ما في تعيين مدرب سيبقى في مكانه المدرب غسان ساركيس لأنه الوقت قليل وديق من أجل المباريات المقبلة لمنتخب لبنان ولكن يمكن إذا منستبشر خير بموضوع المنتخبات هي الأسماء التي تعينت بلجنة المنتخبات وما ضلت هذه اللجنة على ما كانت عليه بالاتحاد السابق اللجنة التي أثبت فشلها الزريع بالاتحاد السابق لكرة السلة بركي تطعيمها بكم اسم جديد هذا سيعطيها دعم معنوي وفني بركي لمتابعة الأمور بكرة السلة كوتش رزا الله زالعوم أنا بدي أتشكر حضورك معنا لليوم على أمل اللقاءات المقبلة معك وحل حالة أزمة كرة السلة أكتر وأكتر لهن منكون وصلنا لختم برنامجنا الإعادة يوم الثلاثة بعد نشرة الأخبار الليلية إلى اللقاء موسيقى موسيقى